اهلا الحباب ديالي كيف راكم؟ لابس عليكم سمنا تكونوا في أحزن أحوال ومرضي لكم دائما تكونوا 10 على 10 ها أنا عطت إليكم من جديد يوم نهر جديد أفنك جديد الحباب ديالي ولكن قبل ما قمنا بتو فيديو ديالنا بيت نقول لكم بالنسبة للناس الجدد اللي يلا هم ضموا القناة سكن نقول لكم مرحبا بكم في العائلة دي المريم قازال وبالنسبة للناس اللي باقي اللي ما دخلووا لأول مرة يشوفوا الفيديو ديالي هنقول لكم مرحبا بكم قناة ديالي اسم ديالها قناة مريم قازال كنقدم أي حاجة كتخص وصفات مكلة يعني أي حاجة كنديرها كنبرتاجها معاكم هذا بالنسبة للناس اللي ما كيعرفونيش وأول مرة يطحوا في هذا الفيديو المهم أول حاجة إلا بودت تشتركوا في القناة كتتوركوا على الزر الجرس كتتوركوا على أبوني وصفوا بحلاكة كيولي يوصلكم أي حاجة ديالي قلقتوني كنت خارجة ودعا تدخلت مو يمدلت الوحد المجازة كي يأخذوا من هذا كشي ديال العربة ناركم عارفين فيها الخضراء فيها الكوك فيها هذه مو بغيت نصوه بوحد الحلوة ديال الكوك والكوكاو وش نقول لكم صراحة في مولد النبوي الشريف ما درت حتى شي حاجة ما صورت أول حاجة ما كنتش في داري ما درت حلوة ما نقشت البنيت ما درت حاجة ما درت حاجة حيث ما كنتش في دار ديالي وهذا الشي ليكين وبقى في الحال قلت ضرورة بتندير شي حليوة مهم قلت بغيت ندير هاد الحليوة بتنبارتاجيها معاكم وبتنبارتاجي معاكم مايش حاجة شنو شريت مهم كومش خديت الكوك هاهوا باش نصوبين حلوة خسنا الكوك و الكوكاو واخديت هاد هها اا... هادي بحل بالبولة البنات كي قلوا لي ها...تشيشة هاي ولكن انا هذي كندير بها الشربة كندير بها الشربة بهكا اما بالحليب والزعتر ولكن بصراحة شنو اللي كي يصراحها مني كديروها مع لاسوستومات مع لاسوستومات بحال الشربة وقدروا فيها شوية لحيم ولادروا فيها لاداند ولاما تدروا فيها قاعدة حاجة انا كنخلي بحقات غير هكاك كتجي علم الزيناتها كي عجبني نشربها في البرد واخديت الحرمل للبنات الحرمله راح مزيان كي عاودوا عليه أصلا بعضها اخديته انا لحسب الشعر كي نضيف شعري ومن غلات شي اخديته كي نضيف حرمله مزيان لموني كنت اتواحد الوصفة ونضيفها لكم اخديت الحرمل بالنسبة للحرمل ستجدوا عند العرب ستجدوا عند العرب البنات لحدكم مجازا ستجدوا على الحرمل ونضيفه لكم ما كان شغالي كان بجوش اورو 50 ستجدوا وهنا اخديت العسل الحر مهم قال لك باللي راح حر حيث انا فيتها السيد خيدة من عنده عسل الحر شي عامين وعندي مزيان بقالية ستجدوا بقيت الشريس من عنده بقى عندي واحدة شوية وقلت تلقيت عنده هادي قلت كانت عنده هادي بخمسة اورو كانت واحدة متوسطة بعشر وعاد كانت واحدة كبر منها بعشرين ما بقيتش ان اخذ ذلك الكبيرة حقاش ما عفتاش واشبس صح نيس حر وانا ماشي حر قلت ان اخذ صغيرة دي الخمسة اورو مجربة عندي في داري حيث كي يقول لك كي تدري ها في الماء بقيتش عقص بالضبط على كيف يدره كي يقول لك كي تدري في الماء وكتشوفه يمكن واش نزله ورق يطلع نوهم ما بقيت تقول لكم تحاجة برحقاش سوف ندخل في الهضراء ونخرج وانا اصلا ما عارفه اش خلو اللي حتى نقلب في الانترنت في يوتيوب وغادي نشوف كي يدري كي يعرفوا العسل الحر اولا اصدق لي يمزين حيث كنت جربتها في العسل الاول ودكش اللي لقيت نتجا نلقيت هومانيتس وصدق نيتس عسل الحر وهذا ما عارفتوش نجربه غادي نرضى عليكم من خبار سوف يدوزوا معايا باش نصوبوا الحلواء بالكوك شوف هذه الحلوات الكوك وكاوكاو عمرني ما جربتها ينوبلكم الجو الصراحة هادي اول مره البناس غادي نجربها وغادي نشوفها لازل قد في زوينة غادي نطرط جا معاكم غادي نوريها عليكم يلا هم معي الكوزينة بعدها شرقت شوية الدنيا وانا معاكم مهم الحبابي ديالي هدو ما المقادير اللي غادي نحتاجو بحلوة الكوكاو الكوك اول حاجة غادي لكم البناس بالكوك هانتما بالنسبة لكوك البناس ما كلقش نوع الممتاز ذا كنوع الممتاز الأبنات يكون مياد دهم انا كنقرن كوك عادي ونطحنه كنطحنه بشي لاك تلق ليها كلي دهم شوية مهم اه اعرف في المغرب اغلبية هنا ميتين او خمسين جرام ديال الكوك عدنا ميتين او خمسين جرام ديال الكوكاو كاوكو نحتاج التحليق من بداية قليلة نحتاج 4 بيضات قد امتحة 5 حمسة عرية الزبدة معلقة كبيرة ستحتاج معلقة كبيرة كاكاو مر ستكون بلا سكر و يمكنكم تدروا هذا تدروا جميعا معلقات من سكر وتنقص من السكر العادي هنا لديك 120 دول السكر هاهو سنده و لو اريدو تدروا قدروا قدر شاهدو مالي حسب الحلوة كناس كي يكلوا حلوة و كناس ما يكلوا نضيف الملح نضيف الملح نضيف الخميرة 7 غرام 14 غرام فاني نضيف السكر كلاسي نضيف الملح فدخل النوعية فنضيف السكر كلاسي تضعوا معاها واحد كاس كبير ديال الناشا و تضعوا معاها مع القاء ديال الخميرة الحلويات تخلطوهم كلهم مع سكر غلاسي و ديك ساعة تفندو فيهم الغريبة ديالكم باش بحالها ككتشينا مفقعة و زع ما تجينا مشقا و لسقع لي هذا السكر غلاسي فهمتوني؟ يلا خليكم معايا مهم كما كيباليكم هنا يا كان بدووا البنات نحطو العناصر كاملين يعني النواشي في كلهم و مالي كان بدووا بهم بحال الكوكا و شوفوا الكوكا لبنات هنا كيف اجدرت له رهما يعني رهما طحون و لكن ماشي ما كتخليوش غلاد يعني مني كتمسوهم حبب لا و ما كتخليوش مطحون مزيان حتى كيولي فهمتوني؟ من بعد كنديرو فاني ساشي فاني و كاكاو و كنديرو سكار و كنديرو قاعدكم نواشي فاركم عارفين هم روريتهم لكم في الأول حاجة اللي غنشر لها البنات بالنسبة للنواشف كاملة كنرميوها إلا خميرة الحلويات خميرة الحلويات كنخليوها هي آخر مرحلة البنات كنخلطو ذاك شي مزيان مع بعضياتهم و كتولي عندنا واحد كتولي عندنا ذاك الخليطة مرمل للبنات كيولي مرمل كندخلو العناصر مزيان مع بعضياتها من بعد كنديرو واحد الحفرة الوسط هاد المرة ركزوا معايا مزيانة لبنات و حلوو دنيك و هاد الساعة كندخلو العناصر مزيان و هاد الساعة كندخلو العناصر مزيان هاد المرة ركزوا معايا مزيانة لبنات و حلوو دنيكو و ما تديروش الغالات اللي درت هيت كيبا قلت لكم انا اول مرة كندير هاد الحلوة ولكن الحمد لله ره صدقات زوينة يعني كما كان قلوه اعتقت الموقف و جات هي هادك ما نكدبش عليكم يعني انا اتصدمت من النتيجة و خاكو حتف الماكل و الماداك جات غزالة المهم الموشكل اللي درت انا لبنات بالنسبة للبيض من قديرو ديكو الحفرة التانية كتلوحو في كديرو البيض انا درت ثلاثة البيضات اللي حتفو فخطره لا متلوحوش ثلاثة البيضات فخطره كما لحت انا ديرو غوي بيضة واحدة و بدو تخلطو خلطو العناصر كاملة و عاودو حلو البيضة ديرو البيضة التانية لانا كانت ناقص و تبقى و تعجنو يعني بيضة فما تدروا شي بيضة كنتو مكت عجنو باش تشوفوا كيكي جاتكم انا من درت ثلاثة و خلطت العجينة جاتني شوية مطلوقة بزاف علاش اول حاجة بعدها باش نشرح لكم علاش اول حاجة لانا الكوفيتير انا من عبرته بالمعلقة يعني ربما المعلقة دي شوية كانت كبيرة وربما عمرت يعني درت هذيك كوفيتير شوية زايد يعني جو المعلقة تكبر ثاني حاجة الكوك انا ما خليش صحيح طحنتو يعني مكت كون صحيح كي يشرب ومني كيت طحنوه يعني ما كي شربش اه يعني ومني بديت درت ثلاثة البيضات يعني ذاك شي جا لاصق جا شوية اه يعني كمتلوق فهمتو كلك الكوك ناشف وقف اه الكوفيتير ربما كون درت معلقات وما عمرتهم مش بزاف غجي هي هذي كنقدر ندر ثلاثة اربعة البيضات ونقدر حتى الخامسة ولكن انا انا درت ثلاثة احبست ولكن كون جين تنفكر حسن غادي تجي غاي جوني اغي اه جشت البيضات كافيين فهمتوني المهم اه كيفاش اعتقت الموقف راه ساهلا بشتما يلوقعت ليكم و الخالات جاكم شوي مطلوق لك جاكم الخالات مطلوق هذيك الساعة كديرو واحد اه بحده بجوجو لثلاثة ثلاثة المعالق ديال دقيق ابيض الفورس وكتزيدو علي دوك الخميرة هذيك الخميرة هذيك الخميرة حين اللي كان خليو خميرات الحلوية حيث كان دابت شوفوني هنا فين غاد نرميها كان خليت قريبا هي الاخرة سافيك نرمي هذيك الخميرة مع ذاك الطحين وكتبقوا تعجينو بيديكم حتى غاد حصلوا على واحد العاجينة كتكونت هي رطبة يعني كتكون رطبة ولكن ماشي متلوقها بزاف وماشي عاقضة حيث كل ما كانت شوية العجينة شوية رطبة كل ما عو تاني الحلوة ديالتنا كتجينا رطبة وزوينا وكتدوم واحد المدة طويلة انا رجلسات عندي جس سيمانات ومقصى حدش البنات مقصى حدش كنت باقي انا رطبة جربتها واحد الحلوة بحالها وكتبقت نعمة وكتبقت نعمة وغدت لاخر قصاحت وقصى حجرة هذه البنات ومالله العادي نريد فوق مني حتى بقعت رطبة كنت بقعت رطبة رطبة المهم دعونا اصطر الفران و تضعوا كويرات يربطوا كويرات كونه نضيف رقيت جيدة نضيف المصابع السكر الماشر من الميزينة والخمير و الأن نضيف الهواء اضغطوا ربما بسكول غلاس ميزانكم وصافة إلاجاتكم مرخوفة راكم عارفين راكد ديدوا الطحين بمعلقة بمعلقة حتى قد جمع لكم العجينة بالنسبة لهذه الكمية المقادر اللي درت راك مقادر غير قليلة للبنات أنا را ما خرجتش لي بزاف خرجت لي ما عطوش نقول لكم شي 22 حباب حال هاك يعني ما خرجتش لي كتير فهمتوا انتم ما يلا بغيتوا تديروا كيلو را المقادر اللي عطيتكم قد ضعفوهم قد ضعفوهم كتخرج لكم كتر دا بغدين دوزوا البنات طريقة كيفاش نطيبوا الحلوة ديالتنا سمعوني مزيانة البنات بالنسبة لبنات اللي عندهم الفران ديالته هاد الحلوة كتطيب على 170 كان البنات اللي فران ديالهم على 180 موهم ما شي مشكل موهم هاد الحلوة كتطيب على 170 170 يعني درجة الحرارة كتجعلوا عليها من الفوق البنات كتخليوها طيب مدة خمسة دقيق خمسة دقيق خمسة دقيق خمسة دقيق قايت بالليكم تشقات وتفرقهات اه تفعوا عليها من الفوق ونزلوها الطيب من التحت فهمتوني عاوتاني الطيب يعني خمسة دقيق من الفوق خمسة دقيق من التحت ما تفوتوهاش بالنسبة لبنات اللي فران ديالهم اللي شوية ضغياء كي طيب وكل فران ديالهم اللي ما كي طيبش ضغياء يعني ما كيحرقش انتو مبعدة خاسكم ضروري غيت بالليكم داتك تشقق من الفوق غيت بالليكم تشقت يلفت لكم ديك خمسة دقيق وبقى ما تشقتش ماشي مشكل موهم بقى وحدا الحلوة ديالتكم غيت دات بالليكم تشقت وتفرقه خمسة دقيق يعني في المجموع بحل هاد الحلوة كالطيب على عشرة دقيق مهم تقدر تقولوا حداش تناش ولكين ما تفوتش الناس اللي عندهم القاز تهوما نفس الطريقة هاد الحلوة هي كتشعل عليها من الفوق تنوها حتى الطيب تبالك متفرقه هاد سوف يحبسوا ونزلوا طيبوها من التحت خمسة دقيق يعني هاد الحلوة البناتراه ما كتبغيش طيب بزا ما تخليواش حتى تباليكم ولا تكحلة من الفوق خمسة من الفوق خمسة من الفوق خليو واقعي واحد شوية وصافي المهم ما تخليواش بزاف هادي هي الحلوة ديالتنا تمنتنا الاعجاب ديالكم اللي اعجباتكم فدروا لايك واشتراك وكتبوا لي كوموتر زويون ونتمنى انكم تشاركوها مع الاهل والاحباب وانقلكم السلام عليكم وانطلقوا فيديو جديد ان شاء الله وكنموت كنحمق عليكم الاغزلان ديالي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة